مارس 2020 الوباء ينتشر فزع وحظر صحي شامل توقف العالم أغلقت المدارس وانقطعت الدروس أطفال مسجونون في ركنهم الضيق قلقون متعدشون للتواصل للكتابي للدرسي للعب والمعرفة في هذه الأثناء كرة نارية تسافر حول العالم وتخط الرحالة في كل مكان إنه أفلاطون صديق الأطفال الذي آمن بقدرتهم على التغيير وعلى ابتكار الحلول في هذا الفيديو القصير سنسافر مع أفلاطون لنعرف عليكم البعض من إنجازاته في تونس لتحدي أزمة كوفيد-19 من أجل هذا الغرض أنشأت إندا العالم العربي صفحة إندا كيتس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي تضاءم افتراضي يجمع بين الأطفال والأولياء المرابين الهدف منه هو سجد الفراغ الذي خلفه انقطاع الدروس وترغيب الأطفال على الإقبال على الدرس من أجل هذا الهدف صمم فريق إندا رسوما كارتونية بعنوان أفلاطون يتحدى الكورونا تساهم في توعية الأطفال بدورهم في مقاومة الوباء كما عمل الفريق على ترجمة فيديوهات أفلاطون باللهجة المحلية بالإضافة إلى أننا وظفنا سلسلات قصص كلاسيكية مثل الأمير الصغير والغراب والثعلب على شكل بودكاست باللهجة المحلية التونسية وذلك لترسيخ قيم الحوار والمشاركة والتعاون التي يعمل على تأسيسها برنامج أفلاطون بالإضافة إلى أن مدربي أفلاطون استعملوا هذه المادة البيداغوجية لتنشيط دروس أفلاطون الافتراضية طيلة فترة الحجر الصحي الشامل وقد كانت هذه الدروس فرصة للأطفال من جهات مختلفة للتفاعل فيما بينهم ومشاركة أحاسيسهم وأفكارهم لقد كانت فترة عصيبة أطفال محتجزون والعنف العائلي ينتشر الأولياء عاجزون بين واجب الوظيفة وواجب رعاية أطفالهم وللمساهمة في التخلص من هذه العزلة نظم فريق إند العالم العربي برمجة صيفية خاصة بأطفال الأحياء الشعبية في تونس العاصمة استمرت لمدة ثلاثة أشهر أدمجنا فيها برنامج أفلاطون وشارك فيها ما يقارب المئة طفل استفادوا من محاور البرنامج عرض الأطفال ما تعلموه في حفلة اختتامية بحضور الأولياء وبعض الشركاء المحليين الذين ساهموا بهبات مثل الكتب والألعاب وغيرها وتمثل العرض بلوحات فنية توعوية وظف فيها الأطفال معارفهم بطريقة مكتكرة عروضا مسرحية وغنائية ولوحات راقصة وقصص هادفة من تأليفهم ولأن أطفال أفلاطون هم أطفال مبادرون نظموا حملة تضامنية في المدارس الابتدائية بولاية القصرين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع المندوبية الجهاوية للتربية وقد زار أصدقاء أفلاطون الصغار 17 مدرسة ووزعوا مواد الوقاية من أقنعة ومواد تنظيف وتعقيم وقد استفاد من هذه الحملة ما يقارب 700 طفل لزمن مع هذه الأحداث قامت منظمة إندا بأنشطة مناصرة لدمج أفلاطون في البرنامج التربوي الوطني وعلى الرغم من تعثر الدروس وتعط لجميع الأنشطة في المدارس آمنت وزارة التربية ببرنامج أفلاطون وواصل تفعيل الشراكة مع منظمة إندا العالم العربي وذلك بتحفيز المربي لمواصلة الجهود مع أفلاطون 33 مربيا ينشطون بمقاربة أفلاطون في 33 ناديا في 33 مدرسة في كل من الغصرين وبنزرب و600 طفل وطفلة مشاركون في هذا البرنامج انتهى وقت التحدي ولكن شعلة أفلاطون لم تنتهي ولن تنتهي تواصلوا إندا العالم العربي وشركائها المحليين في نشي البرنامج في تونس من أجل طفل مواطن ومبادر للمستقبل ترجمة نانسي قنقر